الاهلي يؤكد هناك صفقتين سوبر للنادي الاهلي في كأس العالم للاندية وعموري اتمنى اللعب الاهلي والقضاء الاداري يدرس عودة مرتضى منصور من جديد لرئاسة نادي الزمالك وخنائة فاروق عفر وايمن يونس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم مع عيدة كورا سبورت في كل مكان فيديو جديد وحلقة جديدة معاكم محمد رفعت حلقتنا نهاردة ان شاء الله في الجزء الاول من الحلقة نتكلم في عن كل الاخبار نادي الاهلي كالعادة هنكون جزء الاول من حلقتنا في كل جديد عن نادي الاهلي نتكلم عن تصرحات عمولي تصرحات حسين الشحاد الصفقتين والجداد للنادي الاهلي كالفي الجزء التاني من حلقائتنا نتكلم عن نادي الزمالك ومرتضى منصور القضاء الاداري يدرس عودة مرتضى منصور من جديد لرئاسة نادي الزمالك وخنائية فاروق عفر وايمن يونس لكن في بداية نبدأ الحلقة ازا ما احنا متعودين دايما بالصاعة سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في كومنتات كما تلع دوس لايك الفيديو وانزل اشترك بالقناة وفعل جرس التنبات اشي وصل لك اشعار بكل فيديو جديد وحلقة جديدة بتنزل عندنا هنا في القناة وطعا نبدأ حلقتنا من اخبار النادي الاهلي. الاهلي يواصل للساعداد اليوم لمواجهة المقصة في انطلاق بطولة الدوري واليوم مران محسن وحسين الشاحات الاتنين بيغضاع الفحص طبي قبل بداية مران النادي الاهلي والنهاردة ان شاء الله هيظهر لاول مرة احمد رمضان بيقهم الصفقة الجديدة ولعب النادي الاهلي لاول مرة في تدريبات النادي الاهلي النهاردة بعد تعافي من فيروس كورونا كمان النهاردة بيتسم سيمان هيعكد جالسة سريعة مع الكابتن سيد عبدالحفيز لبحث لائحة النادي الاهلي المالية قبل انطلاقة الموسم الجيكة من نهاردة كابتن احمد شبير بيأكد ان رمضان صبحي كان شايف نفسه اكبر من النادي الاهلي والغاية دلوقتي النادي الاهلي لسه بيحلم بالتعاقد مع جاستون سرينو وان سرينو يلعب مع النادي الاهلي في كاس العام الانديا وان المفاوضات مازالت مستمرة بين النادي الاهلي وبين ادارة نادي ساندانس كمان النهاردة للتحدي الفريقيا عينها بشكل رسمي زيادة المكافأة المالية لبطل دورة ابطال افريقيا من اثنين ونص مليون دولار الى اربعة مليون دولار كمان شركة امبرو تشيرت النادي الاهلي الجديد هيكون بدون النجمة التسعة واحنا في انتظار موافقة رسمية من جانب الاتحاد الافريقيا على وضع النجمة التسعة على تشيرت النادي الاهلي كمان حسين الشحات موسماني طلبنا بالفوز بكأس العالم الاندية واهلا وسهلا باحمد السيد زيزو داخل النادي الاهلي نهاي افريقيا بالنسبة للمباران النسيان وازمتي مع مصطفى محمد انتهت وجيت النادي الاهلي من اجل الفوز بدوري ابطال افريقيا وزعلت جدا على رحيل رمضان صبحي الى نادي برامدز واحتاج لجراحة عاجلة الفترة القادم. كمان احمد السيد زيزو اتمنى انتقال محمد مجدي افشا الى نادي الزمالك وميدو خسارة الزمالك لدوري ابطال افريقيا امام النادي الاهلي موجعة اكتر من لقاء ستة واحد. كمان عموري النادي الاهلي فريق كبير وكل النجوم بيتمنوا اللعب ليه وخاصة في زل وجود حسين الشحات. كمان كهرباء يوهني صالح جمعة بالاندمام الى نادي سراميكا كلبطرة هتكسر الدنيا يا اخويا ان شاء الله والاتحاد الافريقي يعلن ايقاف ابراهيم حسن لاعب نادي برامدز المدة اتنين وعشرين شهر بسبب مناشطات مع ايقاف التنفيذ نظرا لو عدم موجود اي سابقة لطاعات اللاعب مناشطات من قبل الا لو تم ايدانته بطاعات المناشطات خلال عامين سيتم طمعة التغديز او آآ تزويد العقوبة على آآ ابراهيم حسن. كمان المشرف العام لنادي الاهين الامراتung يؤكد لا منع لادينا من بيع لابا كودجو للنادي الاهلي. كمان الاتحاد آآ القطري يفاجر مفاجئة مدوية ويطلب استدافة السوبر البوريكي. بعد ما كان الاتحاد القطري بيرفود استدافة المباراة الاتحاد القطري بيطلب مرة تانية استدافة المباراة وبيطلب تفاعل الاتفاقية مع الاتحاد آآ sedimentos إن اللقاء السوبر البور هتلاقي في قطر لمدة التلات سنين. الاتحاد القطر يطلب استضافة المباراة. وهيكون في حضور جماهيري خمسين في المية من ساعة الستاد. كمان المحكمة الرياضية تمهي للزمالك وكهرباء تمانية واربعين ساعة لتقديم مزاكرات الطعن. كمان مصدر من داخل النادي الاهلي المفاوضات مستمرة مع جاستون سرينو صفقتين سوبر او صفقتين من العرصة للنادي الاهلي. هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي في كأس العلم الاندية. واتجاه لعارض اه جونيور اجاي ورحيل جونيور داكوستا علي النادي الاهلي في يناير القادم. كمان النهاردة الكابتين احمد شوبر النادي الاهلي رفض لعبة الوقت التي مارسها عليه مسؤولي مقابل استغناء عن جاستون سرينو ورفض دفع مبلغ خمسة مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب قبل غلق باب الكيد الصيفي والنادي اهلي لسا بيحلم من جاستون سرينو يكون معاه في كأس العالم للاندية. كمان النادي الاهلي بيطلوا من اتحاد القرى فتح باب الاندقالات الشرفية مبكرة لعشان يتم بكيد الصفاقات الجديدة قبل كأس العالم للاندية. كمان في الجزء التاني من حلقتنا واخبار النادي زمالك اللي معنا النهاردة تقارير صحفية القضاء الاداري ومجلس الدولة يدرسان قرار الغاء وزير الشياب ورياضة باقاف مجلس مرتضى منصور وعودة المجلس بالكامل القضاء الاداري بيدرس انه يلغي قرار وزير الشياب ورياضة بعزل وبحتجميد مجلس ضعية نياد الزمالك وعودتهم من جديد علشان يكون في استقرار النادي الزمالك في الزل مع الجامعيات العمومية والاندخابات لها جميع الهيئات الرياضية تم تأجيلها بقرار من مجلس الوزراء فالفترة الجاية مش يكون في انتخابات ولا اهلي ولا اتحاد كورة ولجنة اولمبية ولا اي حاجة. مش يكون في انتخابات الفترة الجاية وانا زمالك برضو مش يكون في انتخابات فبالتالي القضاء الاداري بيدرس علشان يحافظ على استقرار نادي الزمالك الفترة الجاية اللجنة المؤقتة تمشي ويرجع تاني مجلس زمالك بالتعيين زي بذلط ما حصل مع الكابتن محمود طاهر ورجع مرة تانية بعد حل المجلس زمالك الاهلي ورجع تاني بالتعيين لغاية الانتخابات الجاية ده اللي بيفكر فيه او دي المصادر وتقارير الصحفة بتاكد ان قضاء الاداري هيكون قرارك الاتي بالغاء قرار رزيش شاب ورياضة وعودة مجلس مرتضى منصور بالكامل بالتعيين بقى آآ لغاية الانتخابات الجاية ده اللي هنشوفه الايام الجاية. كمان بعد انباع الموجود خلافات داخل نادي الزمالك بين فاروق جعفر وبين ايمان يونس او رد من فاروق جعفر بيأكد ان ما فيش الكلام ده وان العلاقة بينه وبين ايمان يونس كويسة جدا ومفيش خلافات اصلا في مجلس ادارة وليه هتحصل خلافات من الاساس لكل مصلحته واحدة وهو مصلحة نادي الزمالك والحفاظ على الاستقرار داخل نادي الزمالك واكد ان موضوع الالقاب والمسميات مش هتعمل ازمة بالنجوم نادي الزمالك والكل بيسعد خدمة النادي وبيطمن كل جمهور نادي الزمالك والامور على ما يرام وفرجان اساسي سيوجد تعاقده قريبا مع نادي الزمالك وقرار باتشيكو برفض التعاقد مع امير عادي القرار كويس والزمالك لا يحتاج للتعاقد مع احمد الشيخ. كمان نادي الزمالك يصرف مستحقات اللاعبة بعد انتعاش خزنته باربعين مليون جنيه. مستحقات الزمالك ليدا الشرق الرعية والكابتن احمد شبير عن زيادة عدد لجان اه او زاية عدد لجنة الكرة في نادي الزمالك مش بالكترة انها بالفعل والعمل وطبيب نادي الزمالك نتيجة مسحة عبدالله الجمعة ستظهر اليوم ومصدر بنادي الزمالك ايمان يونس هيكون رئيس تنفيذي والزمالك وفارو بنعفر هيكون رئيس لاجنة الكرة وطرق يحيى هيكون رئيس لقطاعية الناشئين. كمان النهاردة سلبية مسحة يوسف اوباما واوباما يشترط على نادي الزمالك ان هو يكون من الفئة الاولى علشان يجادOW مع النادي. لاما كده هيا اما مش هيجاد 게�ضى مع نادي الزمالك وفي كلام كبير وفي كلام كتير في الاخيرة بين يوسف اوباما وبين اهل جده الصعودي وفي كلام في الصحفة الصعادية ان اللاعب خلاص انهى اتفاق بالفعل مع نادي اهل جده السعودي وفي طريقه الاهل جده السعودي لو نادي الزمالك ما وفقش او ما وفقش على طلباته المادية. كمان وزارة الشياب ورياضة بيتمنح اللجنة المؤقتة حرية اختيار المدير التنفيذي لنادي الزمالك وانبقى عن موافقة فرجاني ساسي على تخفيض راتبه مع نادي الزمالك قالت ساعتاشر مليون جنيه في الموسم. هنشوف الايام الجاية لا يحصل لكن هناك جالسة منتظرة بين مسئولي نادي الزمالك وبين فرجاني ساسي من اجل حسب موضوع تجديد عقد فرجاني ساسي واللعب بيطلب خمس وعشرين في المية مقدم التعاقد عشان يجدد التعاقد بس مع نادي الزمالك والكلام اللي احنا نعرفه ان فرجاني ساسي بيطلب مليون وربعمائة الف دولار. لكن النهاردة في تقارير صحفية بتأكد ان اللاعب موافق انه يخفض راتب بتاعه ساعتاشر مليون جنيه يعني ما على صح مليون يورو. هنشوف الايام الجاية اللي يحصل كبان ان كابتان احمد شبير بيأكد ان الزمالك عدل عقد مصطفى محمد وشكبالة وزيزو. وبيأكد كلامنا ان فرجاني ساسي بيطلب خمس وعشرين في المية مقدم التعاقد كبان احمد السيد زيزو. لعب النادي الزمالك هم الافضل في مصر وفي افريقيا. وفي نهاية حلقتنا بالنسبة لموضوع لابا كوجي وسرينو. لابا كوتيجوا وسرينو هل فعلا العتنين هيكونوا موجودين في النادي الاهلي لكن الازمة تكمن في ادارة مش عايزة تسيب اللاعب النادي الاهلي عايزين خمسة مليون دولار الازمة تانية بقى لظهر تخليل الساعات الاخيرة ان ممكن سيرينو ينضم لقائمة في توري ابطال افريقيا الموسم الجاي فبالتالي النادي الاهلي مش هتعاقد مع لاعب مش هستفيد منه في افريقيا انا هتعاقد معك ليوند عندك تلاتين سنة وانت مش تلاعب معاه في افريقيا. فدي ازمة جديدة بتظهر خلال الساعات الاخيرة في موضوع جاستون سرينو بتقرب اكتر انضمام اللاعب اللي انا من وجهة نظر بفضله. وافضل مليون مرة من سرينو اه والنادي الاهلي محتاجه هو لابا كودشو. لابا كودشو ان العلم الاماراط يأكد ان احنا معند ناشي اي مشكلة في الاستغناء ما فيش اي مشكلة بالنسبة لنا لو جاله عرض مناسب بالنسبة لنا. احنا مجد ناشي اي مشكلة في بيع نابا كودشو. طيب ايه الجديد في موضوع لابا كودشو سمعنا الشرفية الاخيرة ان في رجل اعمال اماراطي. رجل اعمال اماراطي. هيدعم النادي الاهلي في صفقة وهو لgetحمل تقريف الصفقة وبيهدي النادي الاهلي كهدية للنادي الاهلي وهيتحمل كمان اول راتب في عقد ليابا كودجو مع النادي دان. بالنسبة لنا انا فضل ليابا كودجو افضل مليون مرة من سرينو. اولا ليابا كودجو سنو اصغر. ده اول حاجة. ثانيا لابا كودجو انت محتاجه في ارض الملعب. محتاجه في ارض الملعب. انت ملعب بتاعك محتاج رأس حربة. محتاج لا عب تيل قدام. محتاجين حد غير مراوان محسن. محتاجين رأس حربة. نقول اللي احنا عندنا رأس حربة. النادي الاهلي يمكن اقل مركز فيه من ناحية الفنيها ومركز زرس الحرب. انت ما عندكش دوقتي غير مران محسن. عندك رجالك احمد ياسر ريان وصلاح محسن بس انت ما شفتهمش قبل كيه مع نادي الاهلي. يعني انت ما شفتش احمد ياسر ريان. ما عملش حاجة مع الاهلي. اه صلاح محسن كان مكسر الدنيا في امبي. جي نادي الاهلي ما يزبطش نفسه. فالموضوع انت مش ضامن. ومش هنلعب لعبة المغامرة. وهنقول ده صلاح محسن مميز. ده احمد ياسر ريان مميز. دمران محسن يرجع للمستقر. لأ خلاص. انت دوقتي محتاج داخل على داخل على كاس العامل الانديها. محتاج راس حربة تقيل وقدامك لابا كودجو. لابا كودجو افضل من يوم مرة من سرينو. انت عندك وينجات كتير. عندك لعبة كتير او في الوينجات. لعبة مميزة كتير او في الوينجات. لكن بالنسبة لراس الحربة احنا ما عندناش حد. واتمنى فعلا ان دي الاهلي خلص صفقة لابا كودجو في اسرع وقت ممكن. وصفقة سرينو. لو هتفضل تبالغ في طلباتها المادية مع الف سلامة. ويشربوه عند تلاتين سنة تستفيد منه مسلا لو بيعتوا النادي اهلي بتاعتها مليون دولار انت الخسرون. وبكده كونوا سنة لنهاية حلقتنا ونهاية اخبارنا. شايفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله. كان معكم محمد رفعت. السلام عليكم.